موسيقى خسائر حوثية في العدد بإفشال تسلل وقصف مواقع للميليشيا في المخدرة والكسارة بمارب الميليشيا تعود استهداف مدينة حيس وتجرح امرأة نازحة من حي ربع المحل موسيقى خزان صافر النفطي يعود إلى الواجهة من جديد والميليشيا تواصل رفض وصول فريق الصيانة موسيقى الثامنة ونصب توقيت العاصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم قتل عدد من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية بنيران القوات الحكومية في مدينية صرواح غرب محافظة مارب واستهدفت القوات الحكومية مجموعة من عناصر الميليشيا أثناء محاولتها تسلل صوب مواقعها في جبهة المخدرة ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من تلك العناصر وكانت مدفعية القوات الحكومية استهدفت مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في جبهة الكسارة بدات المديرية وأكبدتها خسائرات الأرواح والعتاد وللشهر الثاني تخوض القوات الحكومية والمقاومة معارك استنزاف واسعة ضد الميليشيا الحوثية على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى جنوب مارب كل من دحرت ميليشيا الحوثي من جبهة في محافظة مارب جلبت جحافلها إلى أخرى لتواصل الدفع بعناصر للهلاك على أسوار مارب في صورة تؤكد عدم اكتراثها لآلاف الضحايا والانسياق لرغبات إيران وأدرعها في المنطقة قبل بضعة أشهر رمت ميليشيا الحوثي بثقلها في الهجوم على محافظة مارب من الأطراف الجنوبية حيث ماهلية ورحبة وجبل مراد وكذا الشمالية حيث مدغل لكن المعارك البطولية التي سطرتها قبائل مارب ورفضها للقوات الحكومية أصاب المحاولات الحوثية في مقتل ومع الأسبوع الأول من فبراير الماضي أطلقت ميليشيا الحوثي عملية واسعة تركزت في معظمها على الأطراف الغربية حيث مديري الصفر واح وتوهمت من خلال الهجوم بأنساق بشرية أنها قد تحرز نصرا خاطفا لكن الذي حدث أن الموت تخطف جحافلها من كل مكان وذهبت أماني القيادات الحوثية بالسيطرة على المحافظة النفطية أدراج الرياح عندها هرعت الميليشيا إلى القبيلة وعقدت لقاءات موسعة لحث القبائل على الدفع بأبنائها إلى مأرب ورفض جبهتها المنهارة بالمزيد من المقاتلين لتحسين صورتها المهزوزة ولم يقتصر الأمر على ذلك بل نفذت حملات للجبايا والتجنيد في أوساط الطلاب والمعلمين في مدارس العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بقوة السلاح تخبط الميليشيا وتكثيف حملات التجنيد ينم عن استغفافها بأرواح مقاتليها والبحث عن تحقيق أي نصر في مأرب إرضاء لغرورها على حساب أرواح المغرر بهم من الأطفال وأبناء القبائل حيث لم تعمل على حقن دماء اليمنيين في ظل المقتلة الكبيرة التي منيت بها إذ وصلت خسائرها البشرية في جبهات مأرب الشهر الماضي وفق بعض التقديرات إلى ألف قتيل ناهيك عن الجثث المتناثرة في صفوح الجبال والوديان والأعداد الكبيرة من الجرحى والأسرى مراقبون يؤكدون أن الحوثيين ينساكون وراء رغبة خامنئي وزعيم حزب الله اللبناني الذين يشجعون ويدعمون عملية إسقاط مأرب باعتبار نتائجها سوف تحدد مسار ومصير الصراع في المنطقة كما أن السيطرة على محافظة مأرب ستصب في خدمة أجندة النظام الإيراني في اليمن والذي يستخدم الميليشيا الحوثية ككرت تفاوضي لمصلحة الملف النووي ومشروعه التوسعي في المنطقة في الضالع تواصل ميليشيا الحوثية استهداف المناطق السكنية والأسواق بمختلف أنواع الأسلحة وأفاد مراسلنا في الضالع أن حريقا اندلع في عدد من المحال التجارية في سوق الفاخر عقب استهداف الميليشيا السوق بعدد من القذائف وتسبب الحريق بتضرر بعض المحال وتلف المواد المخزنة بداخلها وكذلك تضرر بعض المنازل المجاورة المغلقة منذ فترة ويأتي هذا الاستهداف بعد قيام الميليشيا باستهداف مزارع القات التي تتبع المواطنين في عدة مناطق شمال وغرب الفاخر والخرازة الأمر الذي تسبب بإثلاف مساحة كبيرة من تلك المزارع وفي الحديدة جرحت الميليشيا الحوثية امرأة نازحة أثناء استهدافها الأحياء المدنية في مدينة حيس جنوب الحديدة بمختلف الأسلحة وذكر مراسلنا أن المواطنة زهراء أحمد جمال أصيبت برصاصة حوثية في منزلها الكائن في حي ربع المحل وسط المدينة وأضاف أنه تم إسعاف الجريحة التي وصفت إصابتها بالخطيرة إلى النقطة الطبية التابعة لللواء السابع عمالقة لتلقي الإسعافات الأولية وتم نقلها إلى المخالي استكمال العلاج من صافر على شواطئ الحديدة إلى صافر في صحراء مارد فشل بريع لكافة السياسات والاستراتيجيات المحلية والدولية لإحلال السلام أو إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية أو يعيد الكرامة لليمنيين بكف تدخلات خارجية الإشارة إلى صافر لا تتوجب أن تقتصر على ناقلة تقف في عرض البحر فقط بل يجب التركيز بأن الحوثي بات يتلاعب بورقة ناقلة ويحاول باليد الأخرى أن يشعل بعيدان ثقابه منشأة النفط صافر في محافظة معرب التي تعد المقصد الأساس والنظرة الأخيرة للحوثي تجاه الحرب يمتلك على إثرها مقومات الشعب والأرض والثروة الحديث عن ناقلة النفط صافر هو حديث عن فشل المجتمع الدولي في إقناع الميليشيات بوصول خبراء لتقييم حالها ذات الفشل أيضا هو من يعجز اليوم أن يوقف الحرب في مأرب وضدها بل دليل قاطع على فشل المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة في تبني خالطة طريق لإحلال ما يسمى بالسلام في اليمن سلام يقول البعض بأنه مستند إلى شراكة واسعة لم تظهر منها إلى الآن سوى اشتراك الجميع وانخراطهم في إسالة الدماء واستمرار الحرب وما بين صافر في الحديدة وصافر في مأرب يظهر التعنت الحوثي ويظهر أيضا التراخي الحكومي الذي لم يضع حدا سياسيا للتعامل الدولي مع الميليشيات ولم يضع حلا عسكريا ناجعا بتحرك جميع الجباهات وإعلان حالة الاستنفار وتحريك غرفة العمليات المشتركة بشكل يضمن إنهاء توجيه الحوثي كافة سهامه صوب مدينة مأرب ومعقل النفط كما يحب اقتصاديون تسميتها صافر في رأس عيسى يراها سياسيون أنها بوابة إنهاء الحرب صوب صافر مأرب وذلك باستقلال الشرعية للضغط الدولي على الميليشيات والخروج بقرار دولي جديد يعد تشكيل واجهة الأحداث في اليمن ويزيح كافة الوجوه التي شاخت ولم يتقدم بها الحل السياسي والعسكري قيد أنملا بل أن إزاحة الوجوه المتآكلة قد يكون بوابة انطلاقة حقيقية بأن تتركز شرعية اليمنين في مؤسساتهم لا شخوص ما يزالون سبب الانتكاسة بعد أن جندت الأطفال والشباب من أبناء القبائل لجأت ميليشي الحوثي لمدارس العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها لتعزيز جبهاتها المنهارة وفرضت إتوات بالإكراه لتسيير قوافل الدعم لعناصرها في مختلف الجبهات بعد أن جندت ميليشي الحوثي عشرات الآلاف من الأطفال والشباب من أبناء القبائل وكذا المهمشين وممن استغلت حاجتهم المادية لجأت مؤخرا وفق مصادر تربوية لتنفيذ حملة تستهدف مدارس العاصمة لتجنيد المعلمين والطلاب لدعم جبهاتها وتعويض خسائرها البشرية التي تتكبدها لا سيما في جبهات مأرب والجوف التي استنزفت مخزونها البشرية جماعة الحوثي بدأت منذ مطلع الأسبوع الجارية حملة تجنيد وجبايات بحق منتسبي هذا القضاع في عموم مدارس العاصمة صنعاء ومدن أخرى تحت صيدرتها بالتزامن مع أخضاع التربويين والطلبة من صغار السن في عموم المدارس لدورات ضائفية نهاية كل أسبوع لتعبيئتهم بأفكارها الضائفية المسمومة وتلقينهم ثقافة الموت والعمف والكراهية ورغم مواصلة الجماعة لنهب رواتب المعلمين في مناطق صيدرتها تحدثت المصادر عن تجشينها نزولا ميداريا إلى المدارس تحت مسمى حملة الإنفاق ورفض الجبهات بالمقاتلين والمال شملت عشرات المدارس الحكومية والخاصة بصنعاء وألزمت من خلالها العاملين في الحقل التربوي بالالتحاق بمعسكرات التجنيد والتبرع بالمال الجماعة الحوثية تصعى من وراء معاودة استهداف مؤسسات التعليم لجاني مزيد من الأموال على حساب المعلمين المحرومين من رواتبهم منذ سنوات وكذلك حشد مقاتلين جدد يكون وقودا للحرب التي تواصل الميليشيا إشعالها في أكثر من جبهة والتي تحولت إلى مقابر موت جماعية تستنزف أرواح اليمنيين في حرب عبثية لا ناقتلهم فيها ولا جمل نظم مكتب حقوق الإنسان بتعزب التنسيق مع مركز الرصد والتوثيق ورابطة أمهات المختطفين وعدد من المنظمات الحقوقية معرض صور توثيقية لجرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية ضم المئات من الصور التي تفضح وحشية الميليشيا الحوثية وجسامة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين 30904 انتهاك لم تتوقف الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في تعز عند هذا الرقم بل تقاوزت بجرائمها الأرقام المرصودة وكأنها في سباق ماراثوني مع الجريمة حين صبت جام غضبها نحو الحلق الأضعف في معادلة الحرب وأجبرت المدنيين أن يدفعوا الفاتر الأكبر ويبقى تحقيق العدالة للضحايا المدنيين مطلب جمعي وواقب وطني وإنساني الأسب الشديد هذه الجرائم لم تعاقب من قبل الأمم المتحدة وخاصا قد أرسلت بعد أربعة من دوباء الأمم المتحدة إلى اليمن من ولد الشيخ من جمال بن عمر وآخرته غريفت والأسب الشديد أن أحمل المسؤولية لهذه الضحايا التي تنصل في اليمن وتحدثنا في تعز الأمم المتحدة في قطوة تهدف لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين أقام مكتب حقوق الإنسان بتعز بالتنسيق مع مركز الرصد والتوثيق ورابطة أمهات المختطفين المعرض الحقوقي الأول الذي استعرض بشاعة الجرائم الحوثية بحق المدنيين والتي تنوعت بين القتل والتهجير والتدمير والاعتقال من خلال مئة الصور الفيتوغرافية المنتشرة في أنحاء المعرض إضافة إلى التوثيق الإلكتروني لمعظم الانتهاكات والجرائم وعرض بقايا قطع الصواريخ وقضائف الدبابات والمدافع التي سقطت على المساكن والساكنين تعز محاصرة منذ سنوات بطوق حديدي يبدأ بالألغام الأرضية ويمر بعدها بالقانص القناصين والمعدات السقيلة تعز تعاني من عدم ضخ المهالها من قبل حوثين تعز تعاني من شحة الأدوية تعز تعاني من القتل اليومي والقتل اليومي المستمر يعني لا يمر في تعز يوم أو يومين ولم تكن هنا الجنائز يهدف المعرض الحقوقي إلى إعلام الرأي العام المحلي والدولي بحالة حقوق الإنسان في تعز والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين الأبرياء لإدانتها وإيصالها إلى كل المحافل الدولية مع تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية يوميا هدفنا من هذا المعرض هو هدفين الأول تعريف العالم بما يحصل لهذه المدينة المحاصرة منذ ست سنوات وفضح هذه الجرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية هذه الجرائم التي يدني لها الجبين أكثر من ثلاثين ألف قتيل تعيشوا المدينة منذ ست سنوات هي الضحايا التي دفعتها تعز المحاصرة الأمر الثاني أو الهدف الثاني هو إيقاظ الضمير العالمي لما يحصل في تعز ويستمر المعرض الذي حضره عدد من السياسيين والحقوقيين لأربعة أيام ويعد بمثابة وثيق قانونية يتم من خلالها إدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين الأبرياء لتكاد تخل الزاوية من زوايا المعرض من قصة ماساوية فالمعرض يحكي قصص الموت والدمار ويكشف حجم الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين عواد الوهباني اليمن اليوم تعيز مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل في يومها العالمي المرأة اليمنية بين النزوح والتهجير والحرمان من أبسط الحقوق ترجمة نانسي قنقر إلى جانب أقوها الرجل في ميدان السبعين هذا هي البرأة اليمنية هذا هي المناظلة هذا هي الأم هذا هي الأخ هذا هي المؤتمر وكذلك المؤتمرين في كل مكان صمتوا واجهوا رغم الحجمة الشرسة والخبيثة على المؤتمر الشعبي العام وتفريناتها القيادة سيبقى مؤتمرين وسيبقى مؤتمرين وسيبقى قوى ضارنا معنى من متواصلة كابدها المرأة اليمنية منذ إشعال المليشيا الحوثية الإرهابية الحرب على اليمن واليمنيين وصادرت كافة الحقوق والحريات التي تحققت لليمنيين خلال العقود الماضية ونال المرأة النصيب الأكبر من الانتهاكات حيث باتت تواجه صعوبة الحياة بعد فقدان المعيل لتجد نفسها تائهة بين النزوح والتهجير القسري الذي فرضته الحرب على ملايين الأسر اليمنية تحتفل كل دول العالم في الثاني من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة إلا أن الاحتفال به في اليمن بات احتفالا بدوامة الأحزان والمآسي والأوجاع والحرمان والمعاناة بعد أن أصبحت المرأة اليمنية القتيلة والمشردة والجائعة والمسجونة في اليوم الذي تحتفل فيه المرأة في مختلف دول العالم بيومها العالمي تتجرع المرأة اليمنية مرارة العيش في اليمن وغد سلبة كل حقوقها وتعرضت لانتهاكات جسيمة بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوث الإرهابية على اليمن واليمنيين من كل عام يحتفل جميع البلدان والبلدان العربية باليوم العالمي للمرأة المرأة ليست فقط نصف المجتمع بل هي المجتمع بأكمله يمكن لأي مرء أن يولد دون وطن لكن لا يمكن أن يولد دون أم أو إمرأة الكثير من النساء تعرضوا للعنف تعرضوا للانتهاكات الكثير من النساء في الحرب التي مرت بها البلاد تعرضوا لأقوى وأقصى أنواع الأنف تشردوا بيوت هدمت نساء في السجون نساء في المستشفيات نساء في مصحة الأمراض العقلية والنفسية عيشة عطية حسن امرأة في العقل الثالث من عمرها أجبرتها الحرب على النزوح من الحديدة إلى عدن مع المئات من الأسر النازحة ليستقر بها المقام في هذا المنزل الذي يشبه المغارة فاقلة لأبسط حقوقها في العيش ناهيك عن بقية الحقوق فالمنظمات الحقوقية والأغاثية كما تقول لم تنصفها وحرب الميليشيا الحوثية لم تأخذ بها رأفة فهجرتها من منزلها لتخرج إلى المجهول باحثة عن مكان آمن يأويها ويعصمها من بطش الميليشيا نازهم كر 16 لحنا سرسة نهني ولا أمراحنا ذهنك جميع أن تشوفي لما نظمت إذا نستقرحنا نتروح لها ولا أطلحنا شي سبحانين والله ما في الآن حاجة أنا فرش ما هو رقاء ما هو رقاء أنا وذي ست سنوات من الحرب والدمار ضعت خلالها حقوق المرأة اليمنية التي تحققت خلال عقود وذهبت تطلعاتها المستقبلية للمشاركة الفاعلة في البناء والتنمية أدراج الرياح وحولت الميليشيات الحوثية يوم المرأة العالمية إلى يوم مؤلم باتت فيه النساء اليمنية من زعاة أبسط الحقوق وأصبحنا مشردات لا يجتنا عملا يساعدهن في إعالة أسرهن بعد فقدان المعيل حضور المرأة كانت حاضرة في الحرب كانت حاضرة حاضرة بغوة صح أنها لم تكن في الميدان في تحارب في الميدان كمواقع عسكرية لكن كانت حاضرة مع أخوها في قانب الاقتصادي في قانب الإعلامي تحضر للقداة في الأماكن في المواقع معانات تعيشها المرأة اليمنية في مختلف محافظات الوطن يعكسها بحث هؤلاء النازحات عن مأوى وعن ما يسد الرمق بعد إن ساوت الميليشي الحوثية منازلهن بالأرض وفرضت على آلاف الأسر اليمنية النزوحة والتهجير القسري تحتفل كل بلدان العالم باليوم العالمي للمرأة ألا أن الاحتفال به في بلادنا بات احتفالا بدوامة الأحزان والمآسي بسبب الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على اليمن واليمنيين صابر سليس لقناة اليمن اليوم عدن هذا وتعيش آلاف النساء في اليمن بين الحرمان من أبسط الحقوق وويدات النزوح والتهجير القسري بسبب الحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية على اليمن في يومها العالمي لا تزال المرأة في اليمن تتعرض منذ بدء الحرب لشتى صنوف الانتهاكات فقد رملت الحرب آلاف النساء التي يخضن معترك الحياة وألقت بأخريات إلى العيش في ظروف معيشية قاسية ورغم هذا العناء وتلك المشقة تحدت المرأة اليمنية كل تلك الصعوبات والمراحل واستدعت أن تتجاوز محنة الفقر والجوع والمرض ولا تزال صامضة بكل عزم واقتدار وعن أكسى فصول الحياة التي عاشتها المرأة اليمنية ولا تزال في يومها العالمي النزوح ولا يعلم بمرارته إلا من ترك منزله مكرها وتشرد من منطقته لكي ينجو من الموت وكانت المرأة في اليمن نموذجا للصبر والجلد وهي تتنقل من منطقة إلى أخرى هربا من أزيز الرصاص وقذائف الموت الحوثية التي تغطف أرواح اليمنيين أينما كانوا وحيثما حلوا تقارير حقوقية كشفت بأن النساء في اليمن تعرضنا لآلاف الانتهاكات والمضايقات تنوعت بين القتل والاعتداء بالضرب والإخفاء القسري وفي هذه المناسبة التي احتفل العالم بها تقديرا لدور النساء في عملية البناء والتنمية إلى جانب أخيها الرجل على مستوى العالم تعيش المرأة اليمنية في زمن الحوثي فصلا مختلفا عن التقدير وتعاني وضعا كارثيا هو الأسوأ على مر التاريخ في ظل تعرضها لانتهاكات دخيلة على المجتمع اليمني وتعرضت المرأة اليمنية لانتهاكات فضيعة منذ أن دخلت البنيشيا الحوثية المدنة بقوة السلاح وعطلت عمل مؤسسات الدولة أهلا بكم في الثامن من مارس العام الف وتسعمائة وخمسة وأربعين عقد أول مؤتمر للاتحاد النساء الديمقراطي العالمي على إثر هذا الاجتماع تم تحديد الثامن من مارس كيوم عالمي للمرأة ومنذ ذلك الحين يحتفل العالم بهذه المناسبة تقديرا للمرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية وأيضا الاجتماعية غير أن المرأة اليمنية تعيش فصلا مختلفا عن التقدير بل تعيش وضعا كارثيا هو الأسوأ على مر التاريخ منظمة رايت رادار أكدت في تقرير خديث لها أن النساء اليمنيات خضعنا لأكثر من 16.667 انتهاكا منذ اندلاع الحرب في البلاد ووثقت في تقريرها آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق النساء اليمنيات منذ العام 2014 وحتى نهاية العام 2019 المنظمة أشارت إلى أن الجرائم المرتكبة بحق النساء في اليمن خلال الفترة نفسها وصلت إلى خمسة عشر ألف جريمة وبحسب التقرير أيضا فقد ارتكب تنظيم القاعدة اثنتا عشرة حالة قتل وثلاث عشرة إصابات تعرضت لها النساء خلال هذه الفترة ومن الانتهاكات التي رصدت خلال ذات الفترة أكثر من ثلاثمائة وأربع وثمانين حالة اختطاف وأيضا اخفاء قصري وتعظيم الانتهاكات بحق النساء توزعت في تس عشرة مخافظة يمنية من بين هذه الانتهاكات نحو ستمائة وثمانين وستين عملية قتل وألف وسبعمائة وثلاث وثلاثين حالة إصابة وثلاثمائة وثلاث وخمسين حالة اختطاف وتشير التقارير إلى أن الانتهاكات بحق النساء في اليمن زادت في العام الفين وثمانية عشر والعام الفين وتسعة عشر كذلك أوقيم احتفال خطابي بقاعة كلية الآداب جامعة عدن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان لا تمكين عادل إلا بالتمثيل الحقيقي للمرأة في مراكز صنع القرار وفي الحفل تطرقت الكلمات إلى ما تتعرض له المرأة من انتهاكات متواصلة من قبل الميليشيا الحوثية التي ما زالت تواصل قصفها واستهدافها للمدنيين شيرة إلى استشهاد أكثر من ألف وإصابة أكثر من ألفين مرأة منذ اندلاع الحرب في 2014 في اليمن وانعكاس آثار تلك الحروب على مختلف أوضاع المرأة في جميع المجالات في ذلك غياب التمثيل العادل للمرأة في الحكومة والمناصب القيادية وحيت الكلمات تضحيات المرأة اليمنية وإصرارها الكبير في تجاوز كل الصعاب بما فيها التهميش والإقصاء وطالبت بضرورة إشراك المرأة في كل مناحي الحياة بما في ذلك مراكز صنع القرار وقيادة وإدارة الدولة وتبوء المناصب القيادية أجل مجلس النواب الليبي مناقشة منح الثقة إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى الثلاثة وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوز النويري تعليق جلسة البرلمان واستئنافها الثلاثة يأتي ذلك فيما رحبت منظمة الأمم المتحدة بانعقاد جلسة مجلس النواب الليبي معربة عن أملها أن تمثل فرصة لفصل جديد لإعادة توحيد البلاد وكانت جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة وقدت في مدينة سرط وسط ليبيا بحضور 132 نائبا وفي أخبار كورونا أعلنت لللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بالفيروس في خمس محافظات أوضحت في حسابها على تويتر أن 32 إصابة سجلت في حضر موت وعشرين حالة في عدن وإحدى عشرة حالة في تعز وثمان حالات في شبوة وحالة واحدة في مالب وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة في حضر موت وأربع حالات شفاء أيضا وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة 2545 منها 653 وفاة و1447 تعافن وعالميا تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا من حاجز 117 مليون ونصف مليون في وقت يشهد العالم موجة جديدة من الوباء أدت لعودة عدد من الدول إلى تجديد الإجراءات فيما ظهرت سلالات جديدة من الفيروس في دول أخرى وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 تجاوز 117 مليون و591 ألف فيما تجاوزت الوفيات مليونين و607 ألاف شخص ووصل عدد من تم شفاءهم من المرض إلى 93 مليون و85 ألف شخص وفي النشرة أيضا الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية تواصل دعم المعلم في المناطق المحررة بالساحل الغربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تواصل الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية أعمالها الإنسانية في دعم المعلم بجميع المناطق المحررة بالساحل الغربي حيث استادفت الحملة المعلمين والمعلمات في مدارس مديرية الدريهمي بأكثر من 150 سلة غذائية إضافة إلى توزيع سلات غذائية أخرى على معلمي مدرسة المسنة بمديرية الحالي محافظة الحديدة وقد لاقت الحملة ترحيبا وارتياحا واسعا من قبل المعلمين والمعلمات الذين أثنوا على قيادة المقاومة الوطنية بهذه الالتفاتة التي تؤكد حرصها على التخفيف من معاناة العاملين في القطع التربوي وأضافوا أن هذا العمل الإنساني ليس بجديد على المقاومة الوطنية التي لها حضور كبير في تخفيف معاناة المواطنين التي تسببت بها ميليشيا الحوثي في مديريات الساحل الغربي قتل ثمانية أشخاص وأصيب 170 آخرون أغلبهم في حالة خطيرة جراء اندلاع حريق في مركز احتجاز لدى ميليشيا الحوثي بصنعه وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تقدم الرعاية الصحية الطريقة لأكثر من 170 جريحا من بينهم أكثر من 90 في حالة خطيرة ونشبا حريق في مركز احتجاز مهاجرين في مصلحة الهجرة والجوازات راح ضحيته مهاجرون وعاملون في المصلحة وتحتجز الميليشيا المدعومة من إيران المئات من المهاجرين معظمهم من شرق أفريقيا في غرف مكتبة تفتقر لأبسط متطلبات السلامة من جانبه دعا المرصد الأورو المتوسطي إلى فتح تحقيق بمنابسات الحادث والتأكد من مراعاة معايير السلامة في مراكز الاحتجاز الحوثية صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية يواصل التدهور وأسعار المواد الغذائية والسلع تشهد ارتفاعا ملحوظا يضاعف معاناة المواطن وغيرها من الأخبار في الملف الاقتصادي سجل الريال اليمني تدهورا جديدا أمام العملات الأجنبية في عدن ومارب وتعز ففي عدن وصل سعر الدولار الأمريكي للتسعمية ريال للبيع وثمانمائة وستة وتسعين ريال للشراء كما ارتفع الريال السعودي أمام الريال إلى مائة وستة وثلاثين فاصل خمسة ريال للبيع ومائة وخمسة وثلاثين فاصل خمسة ريال للشراء وفي مارب سجل الريال في تعاملات الاثنين أمام الدولار تسعمية وثمانية ريال للبيع وتسعمية وأربعة ريال للشراء وبلغ الريال السعودي مائة وتسعين وثلاثين ريال للبيع ومائة وثمانية وثلاثين ريال للشراء وفي تعال سجل الريال اليمني ثمانمائة وخمسة وتسعين ريال أمام الدولار بينما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى مائة وخمسة وثلاثين فاصل خمسة ريال شهدت سعر الخضروات والفواكى بأسواق عدن ارتفاعا في بعض السلع حيث سجل سعر كيلو الطماطم 250 ريال وبلغ سعر كيلو البطاطس 400 ريال وسجل سعر كيلو البصل الأحمر 300 ريال وكيل الليمون 1000 ريال كما سجل سعر كيلو البسباس 500 ريال وعن سعر الفواكى فقد سجل سعر كيلو الموس في أسواق عدن 350 ريال أما الحبحة فسجل 300 ريال وزن كيلو كما سجل سعر كيلو الشمام 350 ريال اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وقيمة تداولات بلغت 954 مليون جنيه على الأسهم وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية بنسبة 1.98% عند 11557 نقطة وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة إذ صعد 138 سهما من إجمالي 191 متداولا بينما هبط 19 وبقي 34 دون تغيير بدأ البنك المركزي الصيني اختبار اليوان الرقمي في أربع مدن صينية ويقوم حاليا بتوسيع هذه التجارب التشمل مدن كبرى مثل بكين وشنقهاي هذه الجهود هي واحدة من الجهود عدة تبدلها البنوك المركزية في كل أنحاء العالم لتجربة أشكال جديدة من الأموال الرقمية التي يمكن أن تتحرك بشكل أسرع وتمنى حتى الأشخاص الأكثر حرمانا إمكانية للوصول إلى الأدوات المالية عبر الأنترنت في الختام تذكير بأبرز العناوين خسائر حوثية في العدد بإفشال تسلل وقصف مواقع للميليشيا في المخدرة والكسارة بمارب الميليشيا تعود استهداف مدينة حيس وتجرح امرأة نازحة من حي ربع المحل خزان صافر النفطي يعود إلى الواجهة من جديد والميليشيا تواصل ربع وصول فريق الصيانة لقاءنا في الحدي عشر والنصف على خير في أمان الله اشتركوا في القناة